إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى نطلع الفجر فقوله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر أي القرآن الكريم وما أدراك ما ليلة القدر فهذا سبيل التعظيم لها والتشويق إلى خبرها وما أدراك ما ليلة القدر ثم قال سبحانه ليلة القدر خير من ألف شهر فقيامها والعمل فيها ليس كألف شهر من هذا الزمان بل خير من ألف شهر وقوله سبحانه تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر هذا يدل على كثرة الرحمة والبركة فيها فإن الملائكة ينزلون مع تنزل البركة والرحمة والمقصود بالروح هنا جبريل عليه السلام وقوله سبحانه وتعالى سلام هي حتى مطلع الفجر لكثرة ما يعتق فيها من النار ويسلم من عذاباتها وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغفلة عن هذه الليلة وإهمال إحيائها فيحرم المسلم من خيرها وثوابها فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامة تفتحوا فيه أبواب الجنة وتغلقوا فيها أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر بما أدعو قال قولي اللهم إنك عفوا تحب العفوة فاعفوا عني وبيّن العلماء بأن ليلة القدر تحيى بالأعمال الصالحة وأهمها أربعة الصلاة والدعاء وقراءة القرآن والتفكر اللهم إنك عفو كريم تحب العفوة فاعفوا عنها